تأشير أولاً الجهاز الهضمي بتتم في المراحل الأولى يعني الأورام المبكرة اللي هي الأورام السطحية اللي هي لم تتغلغل إلى الأجزاء العميقة في الجهاز الهضمي أو للغدد اللينفوية أو يتم الانتشار فيه لقدر الله يعني الكبد أو العظام أو وهكذا يعني في الأورام السطحية الأورام المبكرة طبعاً زمان كان لو الورام كبير قوي حتى لو سطح بيتم استقصاله بالمنظار الجراحي لكن الحديث دلوقتي في مناظر الفراغ الثالث إن هو بيتم تأشير هذا الورام بالمنظار الباطني وليس بالمنظار الجراحي بدون أي تدخر بدون أي فتحات خارجية من البطن بحدود أمان كبيرة جداً طبعاً بيتم الكشف عن الأورام دي عن طريق منظار القولون لأي مريض تخطى أو لا مش لأي مريض لأي شخص عادي ما بيشتكيش من أي حاجة تخطى سن الخمسين سنة أو في التوصيات الحديثة تخطى سن الخمسة واربعين سنة بدون ما يشتكي من أي شكوى يروح من نفسه كده يعمل منظار قولون من نفسه من غير أي شكوى خالص لأنه عادةً عادةً لو استنى لما يشتكي بيكون خلاص الورام كبر وما ينفعش يستقصل بتقنيات المنظير الفراغ الثالث عادةً بيتم اكتشاف هذا المرض بالمنظار التشخيصي اللي هو المريض ما بيشتكيش من حاجة مجرد رايح يعمل للأطمئنان على نفسه